دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماسا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة النظام السوري واصفا سياسته بالسلوك الهمجي واللا إنساني معتبرا إياه بمثابة اعتداء على القيم الأساسية للمجتمع الدولي وحذر هايكو ماسا خلال الكلمة التي ألقاها في الأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة المجمعية العامة لحفظ السلام من مغبة غض الطرف عن جرائم النظام وشددا على إنه لا يمكن أن تمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي الأساسي دون عقاب وأشار الوزير الألماني إلى أنه يجب السعي إلى حوار بدلا من المواجهة العسكرية في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر